الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بالجميع من هذه الإطلالة المباركة حول الكعبة المشرفة ولا يزال الحديث موصولاً على هامش الآيات المتعلقة بحج بيت الله الحرام ووقفنا عند قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم في هذه الآية معاني جليلة وهدايات عظيمة ففي قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيها دلالة على ترتيب هذه الأعمال وأن كل عمل منها يعقبه عمل آخر وأن المؤمن لا بد له أن يرتب أعماله كما رتب عباداته في هذه الشائرة وفي هذا المنسك الجليل فكذلك هو في ترتيب لأعماله وكما ذكرنا بأن ترتيب هذه المناسك إنما هو تعبد المحض أراد الله عز وجل به من عباده أن يذعن له ويستسلم له كما سيأتي في آيات سورة الحج من سورة الحج فيها دلالة على معاني الاستسلام والإذعان ويعني الخضوع والخضوع لأوامر الله جل في علا لذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في قولي من حيث أفاض الناس فيها دلالة أيضا وإشارة على اجتماع الناس على هذه العبادة وأنها عبادة ضاربة في التاريخ وأن الناس جميعا كانوا على هذا المنسك الجليل كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منسكا فلذلك هذا النسك اشترك فيه الناس اشتركت فيه الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك فكان في مسيره ورحلته من المدينة إلى مكة يشير إلى وفود الأنبياء وإلى تلك الرحلات التي كانت شهدتها تلك المواقع في التاريخ فقال وهو سائر عند أحد الأودية قال كأني بهذا الوادي بموسى عليه السلام وهو واضع أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية وعليه عباء خلق له جؤار إلى الله بالتلبية يعني تذكر موسى عليه السلام وهو يسير إلى البيت كذلك لما جاء إلى منا قال في مسجد الخيف صلى سبعون نبيا وكذلك تذكر يونس وتذكر عيسى والأنبياء من قبله إذن ثم فيضوا من حيث أفاض الناس فيها هذه الإشارة الجليلة إلى أن هذه العبادة مما اجتمع عليها الناس وأن الناس جميعا سوا وأنهم كما ذكرنا سابقا كلهم لآدم وآدم من تراب كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة منا فلذلك الإشارة بالناس هنا تدل على وحدة هؤلاء جميعا مهما اختلفت الرسالات ومهما اختلفت النبوات فهي جاءت لإرجاع هذا الإنسان إلى طبيعته التي خلق لأجلها وهي التعبد لله جل في علاه وكذلك فيها دلالة على أن هذه العبادات هي فطرية لجميع الناس الناس جميعا لهم شغف بهذه العبادات وبخاصة العبادات التي فيها نوع تنقل لأن أصل الإنسان يحب الانتقال ويحب الارتحال ولذلك هو يحب السياحة ينتقل من مكان لآخر فجاءت هذه العبادة لتلبية هذا الجانب من الجوانب الفطرية ومن الحوائج الإنسانية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله جاءت هذه العبادة بعد كل تلك العبادات بعد فرض الحج وبعد الوقوف بعرفة والتنقل من مزدلفة إلى منا جاءت عبادة الاستغفار وهي عبادة عظيمة تختم بها جلائل العبادات لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وكذلك في أصعب العبادات على النفس وهي عبادة القيام قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الحسن البصري قال شغلوا ليلهم بالقيام ثم ختموه بالاستغفار كذلك في المجالس التي قد يكثر فيها اللغو ويكثر فيها أحيانا بعض الإثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من المجلس ختمه بقولي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذن يختم المجلس بالاستغفار أيضا إذن كثير من المعاني أو العبادات أو المجالس تختم بالاستغفار بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالاستغفار تلك الحياة التي بلغت الكمال البشري في الإيمان وفي الجهاد والدعوة والعلم والعمل والعبادة وجميع معالم الأخلاق مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمها بالاستغفار في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال بأن هذه الآية هي آخر آية هذه السورة كاملة هي آخر سورة نزلت جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجتمعا لأنها كان فيها النعي لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء رسالته وبعد دخول الناس في ملته قال فسبح بحمد ربك واستغفره فلذلك الاستغفار ليس فقط بعد السيئات أو لمغفرة الذنوب والخطايا وإنما الاستغفار أيضا يقع بعد الأعمال كما قلنا رأينا الصلاة ورأينا القيام وهنا أيضا الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله والحكمة في ذلك ظاهرة جدا فإن الحج كما قلنا هو العبادة التي تجتمع فيها جلائل الأعمال العبادة التي تتنوع فيها الأفعال والأقوال والعبادة التي يختلط فيها الناس يختلط الناس في نفرتهم في إفاظتهم يختلط الناس في طوافهم في سعيهم يختلط الناس في مساكنهم في حلهم في ترحالهم في نومهم في استيقاظهم في طعامهم في شرابهم يختلط الناس ببعضهم وهذا الاختلاط مظنة للخلاف ولذلك كان الأمر في بداية الحج بإمساك اللسان لأن أكثر ما يوقع في الخلاف ويوقع في الشقاق اللسان فلذلك قد يزيغ هذا اللسان قد تطيش بعض الكلمات قد تخرج بعض العبارات فجاء هذا الأمر بالاستغفار بعد ختم هذه التنقلات لأنه بعد الإفاظة من عرفة ثم مزلفة ثم منا تبقى بعد ذلك الأعمال داخل منا فلا يكون هناك تنقل إلا للطواف فلذلك هنا يكثر الحاج من الاستغفار على كل ما سبق لأننا ذكرنا بأن الاستغفار بعد العبادات له مقصدان عظيمان المقصد الأول جبر ما كان منقوصا والمقصد الثاني إصلاح ما كان منقوضا فكل ما كان منقوصا من العبادات فإنه يجبر بالاستغفار وكل ما كان منقوضا ومختلا وخاطعا فإنه يصلح بالاستغفار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن وفي الصحيح الجامع من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة لماذا؟ لأنه بالاستغفار أولا تغفر السيئات والخطايا وبالاستغفار تستكمل العبادات والمؤمن في حياته إنما يمر بهذين الأمرين لا ثالثة لهم لا يوجد إنسان ساكن الإنسان إما متقدم في الخير أو متأخر عنه كما قال الله عز وجل لمن شاه منكم أن يتقدم أو يتأخر وقال علمت نفسه ما قدمت وأخرت فإذن يتقدم أو يتأخر ما قدم وينبع الإنسان يوم أيذن بما قدم وأخر إذن هو يتقدم في الطاعات فيحتاج إلى الاستغفار لإكمالها وحفظها وصيانتها وهو يتأخر عن الطاعات فيحتاج إلى الاستغفار لمغفرة هذا التأخر سواء وقع في السيئات أو ترك تلك الواجبات أو حتى وقع في المكرهات فهو يحتاج إلى الاستغفار لذلك فكل إنسان في حياته إما متقدم أو متأخر في تقدمه يحتاج إلى الاستغفار وفي تأخره هو أحوج إلى الاستغفار ولذلك في التأخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو بشرى للمؤمنين كريمة ومن من الله عز وجل العظيم يقول لما خلق الله الشيطان قال الشيطان بعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم هذا الحديث القدسي وهو تفسير لآيات منها قوله تعالى فبعزتك لغوينهم أجمعين فقال الله عز وجل هنا وهنا الشاهد في هذا الحديث القدسي قال وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وفي هذا تكبيت للشيطان وإحباط لجميع خططه وكذلك فيها كبت لوساوسه فهو يوسوس ما دامت الأرواح في الأجساد والله جل في علا يغفر ما دامت هذه الألسنة تلهج بالاستغفار فلذلك هذه الآية عظيمة جدا ختمت بها هذه الأعمال ثم تأتي بعد ذلك الآية التي تتحدث عن عموم الذكر الذي تختم به العبادات ومنها هذه العبادة العظيمة إذن تسلسلت هذه الآيات في منظومة متكاملة لإصلاح هذا الإنسان عقلياً بتفقيه وتعليمه وتربوياً قلبياً بتربيته وهدايته بتربيته للعمل وقلبياً بالتقوى وإنشراح الصدر الذي يقوم في الصدر فلذلك حققت له الأعمال البدنية وحققت له الأعمال القلبية وحققت له كذلك كما قلنا الجوانب التربوية الأخلاقية السلوكية فكانت سلسلة متكاملة ومنظومة شاملة مدرسة تربوية ودورة إيمانية نسأل الله جل في علا أن ينفعنا جميعاً بهذا القرآن العظيم الذي جمع به هذه المعاني التي لا يمكن أن تنقضي وليس لأحد أن يحصيها إلا الله جل في علا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر